كل الناس اللي آمنت في المسيح وتغيرت حياتها وتشبهوا بيسوع حياتهم انقلبت رأسا على عقب يعني في شخص كان يعني أشعل الديناميت أشعل الديناميت وعاوز يقتل في مكان أبرياء كثيرون وبعدين سمع صوت بيكلمه بيقوله أنت ليه عم تقتل الأبرياء ارتعب من هذا الصوت ركض ووجد حجر وابتدأ يقطع الفتيل المشتعل قبل ما ينفجر الديناميت ويقتل عشرات من الناس الأبرياء استطاع أن ينقذ الناس طب لو ما سمع هذا الصوت هذا اللقاء مع يسوع كان قتل كان قتل كل هذه الأبرياء وتغيرت حياته وما زال نادم حتى اليوم أنا عارف هذا الشخص نادم حتى يومنا هذا أنه كيف اتصرف هذا التصرف يا سلام عندما قبل يسوع المسيح يا للنعمة اللي موجودة عليه والسلام الحقيقي اللي في داخله يا للمحبة بيحب شعبه وبحب أهله مع أنه متطهد ومترود ومتروك وعم بلحقه من مكان لمكان مع كل هذا عم بيصلي لهم عم بيحبهم عم بيهتم فيهم عم بيصلي للرب أنه يفتقد أهله وأنه فعلا يختبره هذا الإيمان نفس هذا الإيمان شو اللي غيرت شخصية هذا الإنسان